أول مفاجأة حول سقوط فتاة من أعلى فندق شهير هو فندق الفيرمونت في القاهرة كشفت التحقيقات الأولية في وقع سقوط فتاة من أعلى فندق يعني من دور الستة وعشرين فندق فيرمونت في الزمالك تفاصيل جديدة في الحادثة المروعة طبعا تحقيقات أكدت أن الفتاة مصرية لا تحمل أي جنسية أخرى كما أشيع كان قاعدين أنها فتاة أجنبية من دولة أخرى لكنها مصرية وحاصلة على باكاروريوس سياحة وفندق عندها 31 سنة أشارت إلى أن الفتاة سقطت من الطابق الثلاثة وعشرين أنا أسفى مش الستة وعشرين هو الثلاثة وعشرين بعد خرجها من غرفتها وتوجهت للمطعم في الطابق الأخير وصعدت أعلى كرسي وقفزت من الصور الزجاجي بجوار حمام السباحة فسقطت أعلى يعني مطعم باب النيل وزا ما احنا شايفين في الصورة كتقعدة لسا على الصور كما أضفت التحقيقات أن القتيلة السبقة لها الزواج وبعا كان فصلت عن زوجها وقدمت أسرتها لجهة التحقيق ما يفيد بأنها كانت بتتعالج في مستشفى الصحة النفسية بالعباسية ومصابة بالشيزوفرينيا وكانت السلطات المصرية تلقت بلاك بتخوض فتاة من الطابق الثلاثة وعشرين بفندق شهير في منطقة الزمالك ووفتها في الحال فيما كشف فيديو متداول تفاصيل الوقعة كنترون فيه فيديو بس أنا ما قدرش أعرضه عشان سياسات اليوتيوب تظهر فيه الفتاة وهي تجلس على حفة الطابق تتحدث مع العاملين بالفندق اللي هو بيحاولوا أنقذها كان فيه عامل كتقعدة على الصور وكان فيه عامل في البلكونة اللي فوقها منزلها حبل بيحاول يقول لها أنها تتشبس في الحبل وبتتحدث مع العمال في الفندق وبيحاولوا أنقذها وصحبها بواسطة حبل وردت الفتاة في الفيديو كلمات باللغة الإنجليزية وأخرى مش مفهومة ثم تشبست بالحبل لكنها لأسف سقطت وتوفيت على الفور وتواصل السلطات باستجواب شهود العيان والعاملين في الفندق لمعرفة سبب الحادث كما جرت تحفظ على كاملات المرأبة لتفرخها ومعرفة كافة مجرة للفتاة قبل وقوع الحادث